موسيقى يعطيك العافية شباب يعطيك العافية صباحة لابدنا نفوت بقسم جديد من التأسيس وهو حل المعادلات نقسمه حل المعادلة خطية معادلة تربعية ومعادلة تكيب حل المعادلات المهم وهو أساسي وهو ركن ملأ أركان الرياضيات يعني مهم جدا أكيد مهم جدا وبسيط الان راح نبدأ بأبسط لماع المعادلات وهي المعادلة الخطية جالا خطيط عندي اكس قوتها مش مكتوبة يعني قديش واحد بشكل عام اذا كانت عنضي اكس واحدة كم اكس واحد قوتها واحد قوتها اثنين قوتها ثلاث قوتها اربع ان شاء الله قوتها مليون ما تفريك طريقة الحل نجعل اكس موضع مين القانون يعني اذا شفت اكس تربيعRO اكس تكيف discernir فسي وحيدة اه خلني اكس موضع مين القانون نتخلص بالمين السالة من السبتة فيه طريقتين تعلمتوا نقل أو عكس الإشارة أنا حالت أمشي مع كلمة عكس الإشارة هي نفسها عكس الإشارة هي نفسها أنقل الشارتهاي سال عكسها موجب زائد سبتة زائد سبتة مع السلامة مع السلامة شو ظل عندي هون 2x 9 الأربعة موجب والستة موجب يعني كم؟ 10 على 2 على 2 شوية شوية أعزائز مع الشي حول أرجع حول تمام وصلنا إنه 2x شو بتتساوي عشرة ركزولي هون فيه إشي بين العدد والx إذا كان فيه جمع بين العدد طلع بين العدد والx فيه جمع أو طرح عكس الإشارة منزج تلزيج بالx بتخلص منه عن طريق القسمة كما مرح هون بالنص بين ال2 والx فيه جمع إذا نعم عكس إشارة فيه طرح إذا نعم عكس إشارة ما فيه ما فيه ولا إشي تعتبر العملية هون ضرب كيف بتخلص من الضرب عن طريق القسمة بقسم على العدد المضروف بالx مع إشارته موجب مع السلامة مع السلامة إكس تساوي عشرة تقسيم 2 كم؟ خمسة هذه هي قيمة إكس شكرا انتهت يلا مع بعض على المسألة الثانية هاي واحد هاي اثنين طلعوا معي نقرأها 3x زائد 84 كم إكس؟ واحدة إن شاء الله قوتها مليون ما بتفرق خلي إكس موضع مين؟ القانون يلا معاي دخلي إكس موضع مين؟ القانون يعني دخلي هاي في طرف مستقل هاي كلمة موضع القانون بدي أخلي هاي مستقل لحالها ساكلة لحالها في طرف لحالها تمام؟ بتتخلص من مين أسا؟ من الأربعة شو اللي شاركوا دام الأربعة؟ سمعوني ها سمعوني موجب عكسيش سالب مع السلامة مع السلامة شو طلعوا عندهم؟ ثلاث أكس تساوي جميل الثمانية موجب والأربعة سالب عدد موجب وعدد إيش؟ سالب بطرح وإشارة الرقم الأكبر أربعة ميلي كبير ثمانية شو شارك موجب؟ تمام؟ يلا تبعوا لي هون فيه إشي بين الأكس والعدد فيه جمع إذا فيه عكس إشارة فيه طرح؟ لا ملزق تلزيق معنا ضرب الضرب كيف تخلص منه؟ عن طريق القسمة مع السلامة مع السلامة هاي إكس تساوي شو العدد اللي راح أضربه في الثلاث بدي يعطيني أربعة ما فيه بغل الجواب كسر أربعة على ثلاثة هاي مسألتي بتكون انتهت باي باي في أمان الله نشوف شو فيه مسألة بعدها يلا عندي ستة ناقص اثنين إكس تساوي عشرة تمام أنا هدفي أخلي مين؟ أخلي إكس موضع مين؟ القانون هاي هذا حدث تكون هاي موضع القانون تتخلص من مين هسا؟ من ستة إشارتها هون هون تطلع مش تطلع هون؟ هون شو إشارة قدامها؟ ولا إشي يعني موجو شو عكسة سالب هون الدمار الشامل اللي أغلب طلابنا ويمكن أنت أو أنت منهم أنه بكتب لي هاي اثنين إكس هون تدمرت السؤال شو إشارة قدامها؟ سالب بتنزل سالب خاء وغصب عني وعنك تساوي العشرة موجب والستة عيش سالب عدد موجب وعدد سالب شو بأعمل؟ بطرح وإشارة الرقم الأكبر عربعة الآن هدفي يتكون إكس لحالها موضع مين؟ القانون في عدد صح؟ هون في بناتهم زائد؟ لا في ناقص؟ لا يعتبر الضرب تقسيم سالب اثنين تقسيم كم سالب اثنين مع السلامة تساوي فوق موجب وتحت سالب سالب كلمة قسم على ثانية يعني نصر الرقم أربعة تقسيم اثنين كم؟ اثنين يعني شو جواب النهائي؟ اكس تساوي سالب اثنين في أمان الله يعطيكي العافية بدي منك أن هذا ايش؟ واجب تحلل لي وابعت لي هذا صديقي العزيز بدي منك واجب تحلل لي وابعت لي شو أخذنا؟ كيف نحل أنا وإنت ما يسمى المعادلة الخطية شو خطية عندي اكس؟ شو قوتها؟ واحد تمام الان ننتقل إلى نمط آخر من الأسئلة وهو حل المعادلة التربعية حل المعادلة مين؟ التربعية تمام المعادلة التربعية لها عدد أشكال لما تشوف دائما اكس تربية وعدد فكر انك تخلي اكس موضع ميل القانون يعني هذا سؤال يحل بطريقتين ممكن عن طريقة تحليل نعم دون أي نقاش بنحل على التحليل فرق بين مربعين بس أنا مش مع الفرق بين مربعين لما يجيني اكس تربيع وعدد خلي اكس تربيع موضع مين؟ القانون بتخلص من مين هسا؟ من الأربعة شو عكسها؟ هاي زائد أربعة زائد أربعة مع السلام مع السلام اكس تربيع تساوي كم؟ تساوي أربعة طيب في شو قدام ال اكس؟ واحد أنا هدفي من حل المعادلة أخلي اكس تساوي ال اكس هاي عليها قول لا نعم اللي يباك للقوة هو الجدر يعني اللي بلغي القص الجدر مين بلغي القص الجدر الضرب بلغي القسمة القسمة بلغيها الضرب الجمع طرح الطرح جمع القص جدر الجدر قص إذا لما يكون قص كيف بدأتخلص بالقص؟ بنبس فلا بنبس جدر للطرفين هاي اكس تربيع وهاي أربعة حلو انتبهوا معي هون هذا الأس فرديو لزوجي زوجي مدام زوجي إجبالي موجب سالف يعني له كم حل؟ حلين يعني أنا قاعد بسألك بالله عربي شو العدد اللي بدي أربعه بعطيني إيش أربعة يا ثنين يا سالب يعني هون هاي اكس هاي بتوكل هاي مع السلامة اكس تساوي يا موجب يا سالب شو الجذر التربيع الأربعة اثنين إذن شو قيمة اكس موجب اثنين أو سالب اثنين انحلهاي على السريع يلا يا حلوين كم اكس بالسؤال واحدة إن شاء الله قوة تمليون خليها موضع القانون اكس اكس تربيع اكس تكعيب اكس أربعة مدام واحدة فيش غيرها خلي الاكس موضع مين القانون منك تحلو عن طريق التحليل حلو بس متى بكون إلزامي تحليل اهدأ اصبر عليه شوي بس كمان مثال اوكي يلا نتخلص من مين الآن من التسعة شو إشارة هون ولا إشي موجب شو عكسة سالب مع السلام لا تنسى يا حبيبي لا تنسى يرضى عليك سالب اكس تربيع تساوي سالب تسعة تمام ما تخلص من مين الآن من الإشارة اه طب يا أستاذ خالد شو يعني هاي شوف معنا سالب اكس تربيع مين معناها نفسها سالب واحد في اكس تربيع سالب اكس تربيع معناها سالب واحد في اكس تربيع سالب اكس معناها سالب واحد في اكس سالب اكس قوة خمسة معناها سالب واحد في اكس قوة خمسة فإذا هون في واحد بس الواحد ما ميكتبه فقسم على سالب واحد على سالب واحد فإكس تربيع تساوي كم؟ تسعة جميل الآن تتخلص من مين؟ من القوة القوة مين بوكلها؟ بوكلها الجذر إذا لبت جذر لبت جذر هذه إكس تربيع وهذه إيش تسعة فاردو لزوجي؟ زوجي فإجباري موجب سالب هذه محايب الطير فإكس تساوي يا موجب يا سالب ما هو الجذر التربيعي للتسعة؟ أكيد سلاف هيك منكون انتهينا من حل المعادلة التربعية رقم الثاني إذن حل المعادلة التربعية لما تكون على شكل إكس تربيع وعدد الأسهل إلك خليها خلي إكس تربيع موضع مين؟ القانون وخذ جذر تمام؟ إذا كتحله عن طريق فرق بالمربعين برضو صح وبعطي نفس مين؟ نفس النتائج خذ لقطة للشاشة خلينا نكمل تمام يلا نقرأ ثلاث إكس تربيع ناقص إكس تساوي سفر آه كم إكس؟ تنتمي الأسس واحد اثنين واحد واحد لما يجيني بالسؤال أكتر من إكس أكتر من إكس بأسس مختلفة لا يحل إلا عن طريق التحليل نقطب إذا كان في السؤال أكتر من إكس ب أسس بأسس مختلفة لا يحل إلا عن طريق التحليل ويجب أن يكون أحد الأطراف سفر خاوة عيد مرة ساعدة إذا كان في السؤال أكتر من إكس بأسس مختلفة لا يحل إلا عن طريق التحليل عند إكس تربيع ناقص أكثر من إكس بأسس مختلفة نعم لا يحل إلا عن طريق إيش؟ التحليل ويجب أن يكون أحد الأطراف إجباري سفر هون سفر أموره تماما أحد أطرافنا سفر أموري تماما دعنا نكتبها مكان ثاني ونحلها كانت معادلتنا إكس تربيع ناقص إكس تساو سفر تماما كم حد؟ حدين الأول في إكس والثاني في إكس يعني جميع حدوده فيها المتغير مين؟ إكس خذ إكس أصغر وعامل واشترك رجعنا مرة ثاني وين؟ على التحليل التحليل وما أدراك ما التحليل على همش إكس واثنين تقسيم إكس شي نتيجة؟ إكس ناقص إكس تقسيم إكس شو بعطينا أقولنا؟ واحد أستاذ لما تشوف قوس بقوس deploying 0 خذ القوس الأول سوي بن0 خذ القوس اثاني سوي بن0 لما تشوف إكس فقوس سوي بن0 خذ الأكس سوي بن0 وخذ القوس أنا إن أحدث خذتنا سوي بن0 خذتنا طلعوا على هاي في جمع لا طرح لا ضرب لا أس لا شكرا إذن أحد الحلوش هو X تساوي صفر يعني أحد الإجابات أحد قيم X هو X تساوي صفر ارجعنا على أبسط أنواع المعادلات زائد واحد زائد كم واحد فX تساوينا إذن ما هي قيم X الناتج عن حل المعادلة هو صفر وواحد صفر وواحد أحب تأخذ نقطة للشاشة يلا نكمل يلا يا حلوين X تربيع نقص 2X تساوي 3 كم X عندي ثنتين بأسس متشابهة ولا مختلفة بأسس مختلفة لأن عندي X تربيع وعندي X إذا كان في السؤال أكثر من X بأسس مختلفة لا يحل إلا عن طريق التحليل ويجب أن يكون أحد الأطراف صفر هل أحد أطراف صفر؟ لا نجيب هاي ونقلها طيب X تربيع ناقص 2X الثلاثة موجب لما أقولش يسير سالب مطلق النقل هو نفسه عكس الإشارة النقل هو نفسه ما يسمى عكس إيش؟ الإشارة ورجعت عبارة تربعية ثلاثية عبارة تربعية إيش؟ ثلاثية تمام X إشارة هاي سالب أضرب سالب بسالب موجب أعطوني عددين حاصل ضربهما ثلاث عددين حاصل ضربهما ثلاث ما في قدامي إلا ثلاثة واحد الكبير بنا مسيطرة على القوس الأول نتأكد سالب ثلاث زاد واحدة سالب ثلاثين خذوا القوس الأول سوى بالصفر خذوا القوس الثاني سوى لي بالصفر حل المعادلة هاي عكس إشارة زائل ثلاث زائل ثلاث يعني X راح تساوينا ثلاث فيش قداما لا إذن هاي أول قيمة يلا حل معاي ناقص واحد ناقص كم؟ واحد مع السلامة فX راح تساوينا سالب واحد إذن هون ما هي قيم X هي عبارة عن ثلاث وسالب واحد أو سالب واحد وثلاث إذن لما تكون عندي عبارة تربيعية فيها أكثر من X بأسس مختلفة يجب أن يكون أحد الأطراف صفر ولا تحل إلا عن طريق ما يسمى التحليل يلا يا حلو يلا كم X عندي؟ ثنتين بأسس مختلفة نعم لأنه عندي X تربيع وX إذن يجب أن يكون أحد الأطراف إجباري صفر يلا X تربيع زائد 9 موجودة أصلا مدرحل هاي عندهم شو بصير معي هون؟ هاي سالب بصير موجود رتب ليها دائما الرموز الأول والعدد في الأخير هاي X تربيع ترتيب بنفس الطرف ما بغير إشارات زائد 6X أنا لما رحلت من هون لهون أو من هون إلى هون بعكس إشارات أما الترتيب بنفس الطرف ما بغير ولا إشي تمام كم X؟ ثنتين بأسس مختلفة نعم أحد أطراف صفر نعم إذن على التحليل يلا X إشارت هاي موجب أضرب موجب أعطيني عددين حاصر بهم كم؟ 9 قدامي 9 بتسعة أسف 9 بواحد و 3 ب 3 تعال نجرب 3 ب 3 موجب 3 و موجب 3 6 100% لاحظوا القوس الأول زي القوس الثاني نعم بكف كم قوس؟ قوس واحد صفره هاي X زاء الثلاث تساو صفر حل هاي ناقص ثلاث طب يا أستاذ خالد أنا خفت واخدت القوس الثاني وساويت بالصفر خلنا نأخذ بريك نأخذ معادلة تكعبية وكيف نتعامل مع ما يسمى اختصار الكسور من القلب إلى القلب بحاجة كوكسير تأكد أن أستاذ خالد بكبر فيكو على رأسي من فوق في أمل الله استكبال معادلة عندي المعادلة التكعبية نفس الحكي مدام عندي X وعدد شو ما كانت قوتها خلي X موضع مين موضع القانون يم بدخل X موضع القانون شو إشارت هاي سالب عكسا موجب مع السلامة X قوة ثلاث تساوي كم ثمانية شو معاملة واحد مين بوك للأس سمعوني مين بوك للأس مين بوك للأس الجذر إذا لبس جذر لبس جذر X هو ثلاث ثمانية هون جذر تكعيبي يكتب هناك لما يكون اثنين ما بكتبه لأنه يرفض جذر تربيعي طلع على هاي فردي ولا زوجي إذا كانت فردي ما بكتب موجب سالم إذا كانت زوجي بدي أكتب قدام الجذر موجب أو سالم فردي أو زوجي فردي ما بين كتب قدامه لا موجب ولا سالم مع السلامة مع السلامة X هو ساوي شو الجذر التكعيبي للثمانية يعني شو العدد اللي راح أضربه في نفسه كم مرة ثلاث مرة جعتيني ثمانية اثنين شكرا انتهت يلا نحل البعد سريعة كم X واحدة بدي أخلي X موضع مين القانون شو ما كانت قوتها ممكن حالة عن طريق التحليل سبسر هون لا هاي أسهل من التحليل يلا عكس الإشارة مع السلام ثنين X تكعيب تساوي كم ثنين في عدد على ثنين على ثنين ليه جمع متى عكس إشارته لأنه هون ما في جمع طلح متى بعمل عكس إشارة لما يكون بين الرمز والعدد يا جمع يا طلح أما ملزق تلزيق معنا ضرب الضرب مين بلغي القسمة فهون X تكعيب تساوي واحد الآن نتخلص من مين القوة مين بوكلو الجذر هون ثلاث هاي ثلاث ثردي ولا زوجي ثردي ما جو قدام ومجو بسالب باي باي إذن هون X تساوي ما هو الجذر التكعيبي للواحد تمسخ خام واحد هاي فكرة مين المعادلة التكعيبية طيب آه كم مكس عنده هون ثنتين مدم عندي أكثر من X بأسس مختلفة نفكر بالتحليل أكثر من X بأسس مختلفة نفكر بالتحليل بشرط أن يكون أحد الأطراف صفر ما شاء الله صفر إذن الحد الأول في X والحد الثاني في X يعني خذ X أصغر وعامل واشترك هاي X الأصول أنك تمكنت لأنه إحنا شرحنا التحليل مع ذلك هاي X قوة 3 على X شو نتيجة X قوة 2 ناقص يلا 4 X على X X مع X بتروح شو بيظل 4 9 0 حكيت أنا يا أستاذ X بقوس تركز X بقوس بقوس خذ X 0 وخذ القوس 0 مع العلم هذه تحل الفرق من المربعين ما بدي هذه X تساوي 0 أو X تربيع ناقص 4 تساوي كم 0 تعال على هذا جمع ما فيه طرح ما فيه ضرب ما فيه بس ما فيه شكرا هون طلع بنحل على الفرق من المربعين آه بس لا بدأ X واحدة شو ما كانت قوة تخلي موضوع القانون عكس الإشارة عكس الإشارة فX تربيع تساوي كم 4 مين بديوكل الآسف مين بديوكل القص جذر لبس جذر السريع إذن متبقين هذه عندي X تربيع تساوي 4 اللي بوقل القوة هو الجذر شو الرقم 2 لا يكتب بس موجب إيش سالب فX تساوي موجب أو سالب 2 هيك مسألتي بتكون انتهت إذن ما هي قيم X اللي هو الحل النهائي إن X تساوي 0 و X تساوي 2 و X تساوي سالب 2 هاي حلول المعادلة التكعيبية شكرا في أمل الله أوه نفوت الآن بالقسم الأخير وهو اختصار الكسور كلمة اختصار الكسور حل البسط وحل المقام واختصار المقادير المتشابهة بتحلل البسط بتحلل مين المقام وبتختصر المقادير المتشابهة تعالي شو ما بعض فوق X تربيع ناقص 9 على X زائل 3 طيب تحت شايفين تحت X زائل 3 صح شو قوة X 1 معامل 1 يعني فيه أبسط صورة تحت جاهز انسى هاي تحت جاهز فوق اسمه تحلية طلع الاختصار بدي أحل البسط وحل المقام واختصر هاي اسمه فرق من المربعين X X شاشارت هاي أسف الفرق من المربعين مرة موجب مرة سالم الفرق بين مربعين قوس موجب وقوس أيش سالم ثلاث ثلاث مين مع مين تختصر هاي شايفين طيب هون بدي تألة أنا في عندي كسر شو ضل عندي هون فوق X ناقص كم ثلاث الان اختصاري يا أستاذ يا واحد يا سالم واحد ما قررت اختصاري تبعي كيف نقول ستنين تقسم ستنين واحد لكن ستنين تقسيم سالب اثنين شباطين سالب واحد كيف نعرف انه موجب واحد أو سالب واحد تطلع هاي شرف X لهون واشارة X لهون إذا سنتين موجبات واحد سنتين سالبات برضو واحد متشابهات واحد مختلفات سالب واحد شو الإشارة بدام X هون موجب وهون موجب مدام سنتين موجبات يعني متشابهات فإختصارهم قديش واحد على واحد لما يكون الواحد تحت بتشوت برجلك ولا له قيمة لما يكون الواحد تحت ارمي ما بهم ما بهم ما شو الآن اختصاري وعبارة عن X ناقص كم ثلاث شكرا انتهت شوف المسألة الثالية ثلاث ناقص X على X تربيع ناقص 2 X ناقص 3 ناقص X على X تربيع ناقص 2 X ناقص طلع على فوق شو قتل X 1 انس الاشارة قتل X 1 والمعامل 1 يعني البسط فيه أبسط صورة من تهين من البسط تعال انا اياكم على المقام شو المقام عبارة تربيعية ثلاثية شو المقام عبارة تربيعية ثلاثية تمام قل سين X X شرتي سالب اضرب موجب يالله اعطوني عددين حاضر ما في قدامي إلا ثلاثة بواحد من اللي كبير هنا اقصر اول تعال نختصر هاي محال يلا حلو طلع شو تحت ظلت عندي X زاد كم واحد اختصار فوق يا واحد يا سالب واحد على كل حالتين مدم كان واحد او سالب واحد بظل فوق اما اذا كان الواحد تحت فوق يكتبهوش فوق الواحد يكتب طلع فوق اختفى لازم يكتب يا واحد يا سالب واحد مدام البسط ما في ولا إش بالبسط يكتب يا واحد يا سالب واحد طيب مش عارف شو الاشارة هون سالب طب هون شو الاشارة موجب هل الاشارتين زي بعض لا مدام الاشارتين مش زي بعض اختصارهم تم سالب واحد شكرا في أمان الله انتهت اذا شو اختصارنا هون عبارة عن سالب واحد على اكس زائد واحد شكرا المسألة هاي انتهت يلا شوف شوفيه بعدها هذا خدتوا زيه وين انتوا بالنهايات خدتوا زيه بالنهايات يلا شو مع بعض ثلاث اكس ناقص اتناعش على اكس تربيع ناقص اتناعش اوه صح فوق خطي صح والله خطي وقلتوا قديش واحد بس شو معامله مش واحد حكيت اكس قوة واحد قوة اثنين قوة ثلاث قوة اربع مضروف في عدد وجنبه زائد او ناقص عدد اول شخص تفكر فيها العامل المشترك انه هو العدد المضروف فيها شو هو ثلاث نعملها مش ثلاث اكس تقسيم ثلاث هاي محاية بتروح شو بظل اكس تنزل اشعارة ناقص اتناعش تقسيم ثلاث كم اربع يا السلام اذا انا خدت عامل ايش مشترك اتأكد ثلاث في اكس ثلاث اكس ناقص ثلاث في اربع اتناعش طب شو اللي تحت مش فرق من المربعين اه فرق من المربعين اكس اكس مرة زائد مرة ايش ناقص ستاش اربع باربع حلو مين مع مين يختصر اكس ناقص اربع مع اكس ناقص اربع شو اختصارهم اه سمعوني شو اختصارهم مش عارف هون شو اشارتها موجب هون شو اشارتها موجب مدام اثنتين نفس الاشارة اثنتين نفس مين الاشارة شو الاختصار الاختصار الرقم واحد اختصاري واحد شو ظل عندي فوق ثلاث وتحت اكس زائد كم اربع شو ظل اكتب اختصار خليه فوق ضرب كم واحد ضرب واحد لا يسمن ولا يغني من جو فهي هو ثلاث على اكس زائد اربع وهيك من يكون اختصرنا هاي المسألة الاخيرة بدي منك واجب عشانك تبرك مرة ثانية بالاختصار والتحليل هذا بدي منك الحج فهمي على رقمي 079 77 214 9 9 هيك احنا ممكن اخذنا ما يسمى حل المعادلات واختصار الكسور تاخذ لقطة للشاشة دائما يا استاد خالد استاد خالد بيقول لك اصنع مجدك بيديك فانه لاني يصنع مجدك الا انت انت الوحيد بتقدر ترفع حالك لفوق وانت الوحيد بتخلي كل الناس تضحك عليك اصنع مجدك بيديك فانه لن يصنع مجدك الا انت انا مساعد ابوك مساعد امك مساعد بس الهمة والرك والاعتماد عليك خالد العزازمة بتق بطلابه ثقة عمياء ثقة فيكم تصل الى ما يسمى عنان السماء بدي منكم تلقصوهم وترتبوهم بالالوان والتكتكوهم وتنزلوا لي هنا على جروبي على الفيسبوك اللي هو الاستاذ خادر العزازمة رياضيات التوجيه كمان على جروب موقع وتت التعليمي حتى ابتخر واكبر فيكم احلى تحية في امان الله اشتركوا في القناة